اخوان قلوس السوريو الموديل الفني لنادي الزمالك رفض تماما فكرة اتباع سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى بالفريق وقرر الاعتماد على الحارس محمد الصبحي في الموسم الجديد ومحمد عوال هيكون الحارس الثاني يعني فكرة انه ده العمض شين ده العمض شين لا او محمد الصبحي الحارس الاساسي للفريق وانا بصراحة من هؤلاء الناس اللي بترفض تماما فكرة انه الحارس يتم فيه التدوير يعني حتى اللي فكر كده قبل كده ده انا في رأي دي بدعة يعني اللي هو لا حارس المرمى بتغيرش الا لو اصابة الا لو هبوط مستوى كبير في عدم مباريات متتالية لكن تدخل حارس وتخرج وتدخل حارس تاني وتخرج كل شوية ده ما بيحصلش في مركز حارسة المرمى في العالم كله اه ممكن التدوير ده يحصل في ايه انه فيه مدربين يقولك انا عندي حارس هيلعب الدوري والمباريات الكبيرة وفيه حارس تاني هو الحارس تاني ممكن يلعب مباريات الكاس مثلا فيه ناس بتفكر كده يعني يديله بطولة يقوله دي بتاعتك هو ده بقى من اولها الاخيرة لكن فكرة انك مطش ومطش لا مستحيل حصلت قبل كده في بعض الاندهي زمان بس ما ينفعش يحصل اصلا يعني دي مش حاجة منطقية يعني طيب